اشتهرت هدبة الجولان عبر السنين بخصوبة ارضها وتنوع مناخها حيث تبدأ من مستوى ينخفض عن سطح البحر في حدودها الجنوبية عند بحيرة طبريا وتمتد لسلسلة جبل الشيخ شمالا والتي ترتفع 2800 متر عن سطح البحر كل هذا بمسافة لا تتعدى 60 كيلو مترا والتفاوت بالارتفاعات وبدرجات الحرارة وغفرة ينابيعها امن لسكانه مجالات حياتية متعددة وفي مقدمتها الزراعة وتربية المواشي هذا تنوع من ناحية وموقع الجولان كمنطقة استراتيجية تربط الشام بفلسطين الاردن واللبنان جعل منها محط اطماع الغرباء للسيطرة عليها قبل الاحتلال الاراضي الزراعية المروية كانت تعتمد على زراعة الخضروات والزراعة المزروعات الحولية يعني سني ورا سني بالسنة 1947 تم جلب غراس تفاح من لبنان وتم زراعة اول بستان تفاح في الجولان منذ اليوم الاول الاحتلال عام 67 بدأت معركة السكان العرب السوريين مع سلطات الاحتلال على الارض وخيراتها حيث قامت سلطات الاحتلال بإيهاب الارض للمستوطنين التي استقدمتهم من كل بقاع الارض وقدمت لهم كل وسائل الدعم والبقاء للحفاظ على الاحتلال على حساب السكان الاصليين بينما واجهت القلة التي بقيت من المزارعين السوريين مخططات الاحتلال التي مارست كل وسائل الضغط من مصادرة الارض ونهب المياه والتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة انا كمواطن ماذا استفيد من المقاومة والممانعة النظرية وبالاذاعة امام عيني اعيش ضمن جو كله مضايقات ان كان في العمل في الارض او في البناء او في جميع النواحي وارى بقية قرى الجولان تهدم وتزال كل المعالم فيها تبنى المستوطنات اكثر ما يثير الدهشة والالما معا ان كاتر اسرائيل ومستوطنيها قد استغلوا واستفادوا من كل ما في الجولان من خيرات وكأنهم يسابقون الزمن وبالمقابل تجد الجزء غير المحتل وكأنه شبه صحراء لا مشاريع ولا مزارع بادية للعين مستوطن هاللي هو جاي على ارض هو بدي ياخذ هو عارف انه مش رح يظل فيها كل عمره وهي منطقة اللي هي يعني محتلة لفترة معينة من العمر فهو بدي ياخذ منها اكثر الماكسيموم اكثر لتاخذ الحد الاعلى من الانتاجيهي بس بالارواء زد على ذلك بينما القسم المحرر هو تابع للسكان الاصليين هاللي هني هاي ارضهم شو بتعطيهم كثر خير الله هذا نوع نوع الثاني هو طبيعة الدولي نفسه كيف انتو تتعامل مع الدولة اسرائيل هي دولة اللي بتعتمد اكثر على الابحاث العلمية على استغلال الابحاث العلمية بتزد تدغري بالتداول بينما نحن الدول العربية للأسف الشديد نسمع انه في بحث هيكي فمن فوتوش دغري نتيجة البيروقراطية ونتيجة انه الانسان المناسب مش بالمكان المناسب هل يخبئ المستقبل ونتيجة ان ما يحدث في الوطن السورية شيئا يغير ما هو قائما حاليا على جانبي هذا الشريط المصطنع كميل خاطر لأوريانت نيوز الجولان السوري المحتل ترجمة نانسي قنقر